موسيقى بسم الله lolсali SANDY كلما جاء العام الهجري تذكرنا سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة وهي رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لما خرج النبي صل الله عليه وسلم البعض يقف ويتساءل ويقول لماذا نتذكر هذه الرحلة والنبي صل الله عليه وسلم كان فيها ضعيفا وخرج معه صاحبه الصديق وكان رجلين واختبأ في الغار يعني لماذا نتذكر هذه الرحلة أقول لك أخي الكريم لأننا نتذكر إعجاز الله تعالى فيها رجل معه صاحبه خرج في جوف الليل وذهب إلى الغار واختبأ فيه لكن عناية الله تعالى كما قال سيدنا الإمام البصيري عناية الله أغنى عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم بمعنى أنك ترى هذه المعجزة ترى كيف حفظه الله تعالى فتأخذ درسا قويا وهذا ما قصده ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله أقول لك حتى تزداد إيمانا مع إيمانك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنور ووصل ونصره الله تعالى وظل في المدينة يتعرض لبعض القتال والحروب والمعارك والسرايا والغزوات إلى أن أنزل الله تعالى هذه الآية إلا تنصروه فقد نصره الله هذه الآية لم تنزل أثناء الهجرة ولم تنزل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزلت بعد تسعة أعوام سنة تسعة هجريا لنزلت لأن الله سبحانه وتعالى وجد أن المنافقين يشيعون في المدينة المنورة أنهم إن تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فسوف ينهزم وذلك في قتاله مع الروم سنة تسعة هجريا وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوات الروم تستعد للإغارة على المدينة بأربعين ألف مقاتل من خيرة مقاتليها الروم يعني الدولة الأولى في العالم في ذلك الوقت المدينة صغيرة عدد المسلمين أصلا لا يصل إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلن للمرة الأولى نحن سنقاتل الروم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلن وجهته للقتال لكن في هذه المرة قال نحن سنقاتل الروم فاستعدوا المنافقون بدأوا ينشرون أخبارا تفيد أن نبي صلى الله عليه وسلم سيقتل الإسلام سيضيع المسلمون سيؤثرون ويقتلون المهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية يقول أيها الناس إن تخاذلتم عن رسولي فإنكم لن تتسببوا في هزيمته لكنكم أنتم المنهزمون النبي صلى الله عليه وسلم ينصره ربه ويذكرنا بهذا النصر الساحق الذي تحقق على جحافل الكفار وهو صلى الله عليه وسلم في داخل الغار فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هو لم يخرج لكنه أخرج ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه سيدنا أبو وكر الصديق الذي قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا مجرد إنه يخفض النظر سوف يرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الآن سنقتل لقد أحاطوا بنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بك لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما بهذه الكلمات اطمأن قلب سيدنا الصديق وقال الله تعالى فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعلماء اللغة يقولون كلمة جنود جاءت جمعا ونكره لتفيد الكثرة فالمسألة لم تقف عند العنكبوت ولم تقف عند الحمام وإنما بجنود كثيرة أنتم لم تروها قال وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة فحولها الله من علو إلى سفول لكنه لما عبر عن كلمته سبحانه وتعالى قال وكلمة الله هي العليا قالوا عبر عنها بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت يعني كلمة الله عالية أيها الإخوة الكرام ختم الله الآية بقوله والله عزيز حكيم عزيز غالب لا يغلب حكيم يضع الأشياء في موضعها يعني كانت له حكمة في أن يختبئ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كانت له حكمة في أن يعاني من هذه المعاناة كانت له حكمة في أن يحيطوا به وأن يريان الله تعالى كيف نصره كانت له حكمة في أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وهو قادر على أن ينقله من مكة إلى المدينة في أقل من طرفة عيد ألم يسر به الله تعالى من قبل ألم يعرج الله تعالى به من قبل لكن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم ختاما أقول لك أيها الأخ الكريم المشاهد إذا نصرت الإسلام بأخلاقك وتمسكك بدينك وحسن عبادتك لربك وإصرارك على أن تكون مسلما ثابتا على دينك فهذا في ميزان حسناتك وإن تخاذلت وكنت بعيدا عن شعائر الإسلام أو كنت تاركا للإسلام بأخلاقه وعباداته وعقيدته فأنت الخاسر ولن يخسر الإسلام اللهم اجعلنا من جندك وانصر بنا وأعز بنا الإسلام وارفع بنا راية الإسلام في كل زمان وفي كل مكان إنك سميع قريب مجيب دعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته